السلام عليكم الاربعينيات 49-48 سنة متزوج وعايش هو وزوجته وابنه معتز ما عندهم إلا هالولد الوحيد هذا وام ربينه كل شبر ابن ذر وطبع نبو معتز الله سبحانه وتعالم أنعم عليه وعنده أموال ماتا كلها النيران عنده ثلاث أربع محلات تجارية فاتحها على بعضها والمحلات هذه مختصة في بيع الأدوات الكهربائية وابو معتز يطلع من الصباح على هالمحل ما يرجع لتالي النهار لكن عائلة ابو معتز رغم أنهم كانوا جماعة مرتاحين ماديا كان عندهم مشكلة في الولد معتز معتز هذا كان ولد ماهو طبيعي منه هو صغير الولد لما يروه على المدرسة يعطونه مصروف المصروف هذا يخلصونه يا أصدقاءه أو زملاءه في المدرسة يلفوله ساندويش ياخذها معاه على المدرسة كذلك زملاء يخلصونه الساندويش وياكلونها يعني الولد شخصيته ضعيفة وشخصيته مهزوزة وبدت معاناة أبو معتز وأم معتز مع مشكلة الولد هذا الوحيد وطبعا أبو معتز سخر كل ما يملك لأجل أنه يعالج الولد هذا وكل يوم والثاني ما أخذينه على دكتور وعلى طبيب وعلى مستشفى ما خلوا دكتور يعتب عليهم بعدين تحولت الأمور من الطب إلى الشيوخ اللي يفكون السحر الشيوخ المشعوذين وصاروا وين من يندكر لهم شيخ يروحون عليه وصاروا يقولوا لهم والله هذا عنده قرين وهذا مسحور وبعض الأشيوخ يقولهم هذا مخاوي الجن وهذا اللي يقرأ عليه وهذا اللي يسوي له حجاب وهذا اللي يعطيه بعض الأعشاب وبعض الخزعبلات وبعض السوالف اللي ما أنزل الله بها من سلطان وتروح الأيام وتجي الأيام وهالعائلة عندها مشكلة هالولد هذا واللي ما هم عرفانين يحلونها لكن الولد لما كبر شوي لما صار في سن الأرباطاش خمسة عشر سنة لما أصبح في سن البلوغ الولد هذا معتز انقلب مئة وثمانين درجة قبل كان يعني شبه يعني أبله ضعيف الشخصية بعدين الولد صار انطوائي وصار من يجي من المدرسة طبعا معتز ما خلص المرحلة الابتدائية لحد ما صار عمره خمسة عشر سنة وعادة اللي خلص المرحلة الابتدائية يكون يدعش اثناعش سنة وهذا كان يقضيها كل صف يقضي فيه سنة والثانية وإدارة المدرسة كل يوم والثاني طالبين أبو معتز وأم معتز والولد بعدين صار صاحب مشاكل صاحب مشاكل يعني مشاكل ما هي مثل ما تقولون مشاكل الضرب والأخناقات مع هالزملاء الولد هذا لما صار في سن البلوغ طبعا طلع من المدرسة وشاف أبوه أنه ما في نتيجة من التعليم الولد نجاحه كان تشحيط وكانت إدارة المدرسة تنجح لي مجرد أنهم وأنهم يتخلصون منه خلاص والتعليم إلزامي الولد صار يسوي مشاكل يروح يوقف على أبواب المدارس ويتفرج على البنات اللي بعمر 12 13 سنة 9 سنوات 10 سنوات بها الأعمار هذه ويسوي للبنات حركات ما هي طبيعية والبنات صار أن يخافا منه والطلاب صاروا يشتكون لإدارة المدارس ويروح يدور وين في مدارس بنات في مدارس مختصة بالبنات وفي مدارس مختلطة وهذا ينقي المدرسة اللي فيها بنات المهم ما لكم بالطويلة تروح الأيام وتجي الأيام معتز صار يكبر والعادة هذه ما زالت فيه بعدين بما أنه أبو معتز أحواله المادية مرتاحة والفلوس واجدة طبعا معتز عنده تلفون ومعتز لما يروح على أبواب المدارس لما تحل الطلاب من المدرسة تخلص الدوام يصور هالبنوتات الحلوات الأصغار يصورها من بعيد البعيد ويبحث على الإنترنت على جوجل ويكتب صورة بنت جميلة وتطلع له صور هالبنات الجميلات صور بنات صغار ويحتفظ فيهن على الجوال ويتفرج على هالصور ولما يجي على البيت يدخل على غرفته ويقفل الباب عليه يدقون الباب عليه يا معتز يا كذا هذا بعد نص ساعة لحتى يفتح لهم الباب خير شو بدكن شو كذا ما تخلوني أقعد ما تخلوني أرتاح بيوم من الأيام ويدخل أبو معتز على غرفته لده اللي صار وضعه ماهو طبيعي ومعتز صار في بداية العشرينيات وينتبه أبو معتز على جدران هالغرفة ولا هذا الولد معبي جدران الغرفة صور بنات صغيرة ولك شنو هذا يا معتز يا ابني شنو الصور هذي معيب عليك قالوا والله يا بابا صور من المكتبة هذي وليش معبي جدران الغرفة هذي كلها صور بنات صغار يعني أنت شاب ما شاء الله عليك وصرت في بداية العشرينيات وراح انزوجك وأتركك من المراهقة هذي يا ابني لكن أبو معتز شاف أنه لده وضعه ماهو طبيعي والأمر شبه راح يخرج عن السيطرة الحل الرأي يا ابو معتز ويمسكم معتز هذيك اليوم طبعا كثير من الأطباء اللي كانوا يروحون عليهم هالعائلة علشان ولدهم يعني يفحصونه الولد ما عنده أي مشكلة طبية لكن قالوا لهم نصحكم أنكم تروحون على أحد عيادات الطب النفسي هذا الولد وده دكتور نفسي مشكلته نفسية لا تروحون على شيوخ ولا تروحون على أي أحد آخر لكن بسبب مثل ما تعرفون في المجتمعات العربية والمجتمعات المحافظة خاصة والكلام هذا يشمل كل الدول العربية بشكل عام يعني لما واحد يكون مريض ويقول لك والله لازم تراجع دكتور نفسي هذه تعتبر كارثة من الكوارث شلون ودك تروح على عيادة الطبيب نفسي والناس راح تسولف والله فلان رايح على عيادة الطب النفسي أو يا بنت قولي للمتش فلان مهبول ما هو صاحي وهذا أكبر خطأ لأن الطب النفسي مثله مثل الجراحة العامة مثل طب الأطفال مثل الداخلية مثل أي اختصاص كان المهم الأطباء اللي كانوا يروحون عليهم كانوا ينصحون بزيارة الطبيب نفسي لكن أم معتز كانت يعني عندها هذا الأمر خط أحمر يا ويلي ويا ويا الحالي بكرة يقولون معتز مجنون ومعتز ما عنده عقل وراحين على عيادة الطب النفسي كانت ترفض هذا الأمر جملة وتفصيلا وتبعد عن الأطباء النفسيين وتروح على شيوخ وعلى الأطباء وعلى المستشفيات لكن في النهاية ما حصلت شي ما سكهب أم معتز هذاك اليوم وقالها يا بنت الناس الولد راح يروح من بين ادينا خلينا ناخذه على طبيب نفسي ونخلص منها السالفة لعله وعسى لأقوله علاج قالت ولا ممكن وقالت يا أم معتز يطولت يقصرت يا بنت الناس يحاول معاها منهين ومن هناك تقول لا والله وستين نبي ما أروح على عيادة الطب النفسي شو بدك العالم تحكي علينا يا أبو معتز ويا فضيحتك يا أم معتز الولد على وجه جواز وبكرة ما حدا يجوزه ما حدا يعطينا بنته أتركك منها السالفة يا أبو معتز الله يرضى عليك الولد هذا دواء عندي خلص أنت أتركه حاول معاها كثير قليل أم معتز طبعا امرأة قوية فارضة شخصيتها في المنزل لكن بنفس الوقت أبو معتز يعني رجل له شخصية المهم راحت الأيام وجهت الأيام معتز صار يروح يقنص عند مدارس الطلاب الابتدائي ويستنى الطالبات لما يطلع في الفترة الأخيرة صارت تزداد الشكاوى عليه وصارت إدارة المدارس هذه لما يشوفون معتز واقف على باب المدرسة ويسوي الحركات للبنات يقوم من الإدارة إدارة المدرسة يتصلون على مركز الشرطة القريب في هالمنطقة طبعا معتز كل يوم عن مدرسة شكل يتصلون على مركز الشرطة ويبلغون عن وجود هذا الشاب اللي قاعد يضايق البنات وتجي الشرطة تأخذ معتز ولما يشوفون معتز أنه وضعوا ماهو طبيعي يقولون هذا ولد درويش على البركة يقومون يطلقون صراحه لكن في الفترة الأخيرة وفي يوم من الأيام الولد هذا لزق عند وحدة من المدارس كل يوم الصبح والظهر ما تلاقيه إلا واقف عند باب هالمدرسة ويصور هالبنات بهالجوال طبعا معتز خلال الفترة هذه وبعد ما ترك المدرسة وخلص المرحلة الابتدائية وهو بعمره 15-16 سنة خذى أبوه على المحل اللي يعمل فيه ويساعده فيه المحل وهذا معتز لما يصير وقت خروج الطلاب من المدرسة يضحك على أبوه والله ودي أروح على البيت ودي أروح شوي ودي كذا المهم يتحجج بأي حجة ويطلع من المحل ويروح إراقب البنات هذا النصغر من بعيد البعيد وفي يوم من الأيام تتصل إحدى مديرات المدرسة على رجال الأمن قالت يا جماعة الولد هذا ماذينا مسوينا مشاكل وكل يوم والثاني واقف على باب المدرسة وصراحة إحنا صرنا خايفين على نفسنا وعلى الطالبات الصغار هذا ويجور رجال الأمن ويلقون القبض على معتز ويأخذونه على مركز الشرطة واتصل معتز على أبوه يا بابا أنا مركز الشرطة الحقني جاء أبو معتز خير يا جماعة شون الموضوع قالوا ابنك ترى أزودها يا أبو معتز ولازم تلاقي حل لهالمشكلة هذه ابنك هذا واقف أمام المدرسة ويسوي حركات للبنات وشاب ما شاء الله عليه الحل الرأي قالوا لهم الرجال أبو معتز شرح لهم عن الوضع وصراحة أنا ودي أخذه على طبيب نفسي لكن أمه والله هداها ما هي بخليتني المهم هداك اليوم وقعوا أبو معتز على تعهد أو قالوا أنت من الآن فصاعدا المسؤول عن تصرفات ابنك بما أنه عنده مشكلة في عقله أو مشكلة نفسية بما أنه أنت ولي الأمر أنت اللي لازم توقع على التعهد ويقوم أبو معتز يوقع على تعهد هداك اليوم ويطلع ابنه من مركز الشرطة ويروه على البيت وتقوم الساعة وما تقعد لبس ابنه هداك اليوم وين يا ابو معتز قال لها على الطبيب النفسي يا ابن الناس يطولك يقصرك قال لها ولا ممكن الولد هذا راح يجيب لنا فضيحة ويقوم يروح ابو معتز وأم معتز وخذوا الولد على أحد الأطباء النفسيين السلام عليكم وعليكم السلام قاله الولد وضعوا كذا وكذا 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 والطبيب النفسي بدوره سألهم بعض الأسئلة وجاب الولد معتز على انفراد واسألوا كذلك بعض الأسئلة وقيم الحالة اللي هو فيها وقال لهم ولدكم هذا عنده حالة نفسية والحالة النفسية هذه نادرة جدا خير يا دكتور شنو الموضوع ان شاء الله لها حل شنو اسم هذا المرض قال لهم هذا المرض الصراحة اسمه الكشف عن العورة لكن هذا المرض ما يبين إلا بعد سن معين وغالبا يبين بعد سن البلوغ الحل يا دكتور قال لهم الصراحة الحق عليكم لازم من زمان جايبونوا لعندي أو لعند أي طبيب نفسي وكان ولدكم الآن بحالة ممتازة وما كان وصل لها المواصيل هذه الحل الرائق قال لهم راح أكتب له بعض العلاجات وأتمنى أنكم تستمرون على العلاجات هذه وتراجعوني بعد شهر أهم شيء أنكم تلتزمون في العلاج قالوا على بركة الله ويأخذون الوصفة الطبية ويشترونها الأدوية ويأخذون الولد معتز على البيت وبدوا يعطونه جرعات العلاج هذه لكن معتز ما زال على نفس الحركات اللي كان يسويها أو على اليوم وبكرة وبعد بكرة وفي يوم من الأيام تلتقي أم معتز وإحدى جاراتها اللي ينقلها أم حميد ها يا أم معتز شو الأخبار شو العلوم كيف معتز ما ودك تجوزينه قالت والله بودي أني أجوزه بس شوفت عينك يا أم حميد أنت تعرفين معتز وتعرفين وضعه العقلي والولد ما هو مضبوط منه أعمى القلب اللي وده يعطينا بنته قالت يا أم معتز أنت وماشاء الله الله معطيكم وموسع عليكم أنت إفردي إيدتي شوي ولا تخافين من هذا الموضوع أنت بس قرري ويعطينا الأوكي وأنا أدبر لك العروس قالت لها إيدي بزنارة يا أم حميد قالت أم حميد والله تحت إيدي عروس لأطا أو عروس ما تفوت وصراحة ولدت شاذا يا أم معتز أصلا ما له حل وما له علاج إلا الزواج وبكرة لا تزوج وصارت عنده هالبنت وهالعروسة راح يترك هالسوالف ويترك الوقفات أمام المدارس البنات وراح يركز ويعقل قالت لها إيدي بزنارة يا أم حميد دبريننا عروس ولتش حلوان امرتب المهم أم حميد راح تسوت حوستها بهالحارة ومن هنا ومن هناك وأم حميد لها خبرة يعني في الخطبات وجي معها في مجتمع محافظ وتيجي هذاك اليوم على أم معتز وقالت لها لقي تليش العروس المناسب من العروس قالت والله العروس في إحدى الحارات المجاورة إلنا بنت اسمها لينا أولينا هذه أهلها جماعة بسطة والبنت هذه عايشة هي وأمها وأبوها وعندها أخت عمرها 13 سنة عايشة معهم والجماعة لما سولفت لهم عنكم الجماعة ما عندهم مشكلة أبدا إيش رايش قالت والله ما عندهم مشكلة خلينا نروح نشوف البنت طبعا الشوفة هذه شوفة نسوان وتقوم تروح أم معتز هي وجارتها أم حميد وشافت البنت لينا ولا لينا ما شاء الله تبارك الله بنت تقولي في القدقمر وأعجبتها وقالت إن شاء الله تكون هالبنت هذه من نصيب ولدي وإن شاء الله أنه يتعدل على إيديها المهم أم لينا قالت يا جماعة ولدكم شنو دارس شنو معا شهادات شنو كذا وتنطأم حميد قالت لها يا أم لينا أنت الدورين شهادات اليوم أبشر شهادة معتز أبو ما شاء الله تبارك الله محلات تجارية وفلوس وبعدين بنتة هذه رايحة تسكن في بيت مستقل شقة سياحة نياحة على حسابها وعلى علمتش اليوم مثل هذا العريس يعتبر عريس لقطة شودش بالشهادات اللي ما هي قاعدة طعمي خبز معلقة على الجدران قالت لها والله معاها شحق وأم معتز جايبة صورة الولدها معتز ورغم أنه احنا في مجتمعات محافظة إلى درجة كبيرة والشوفة وهذه يعني عن طريق الصور وما ندر يتم الشوفة الشرعية المهم شافه صورة معتز معتز شاب يعني لا يخلو من وسامة وشاب جميل ولما تشوفه تلتقي معاه أول مرة تشوف هالشاب الراكز هالشاب المحترم اللي ما يسولف زيادة المهم الجماعة اتفقوا والنسوان سولفا للرجال وحددوا موعد هذاك اليوم اللي يتم فيه الخطوبة بشكل رسمي ويروح أبو معتز وياخذ هذي شجاهة ويخطبون البنت لينا على سنة الله ورسوله وحددوا موعد الخميس القادم في نفس اليوم يسوون كتب الكتاب والدخلة وفعلا هذا اللي حصل أبو معتز كذلك كان عنده شقة مجهزها لولده وبدوا يفرشونها خلال 4-5 أيام كانت الأمور لوز ولما جاء الخميس زفوا لنا على معتز أو كانت لنا هذاك اليوم سعيدة جدا لكن الحلو ما يكمل اللي حصل لنا بعد ما جت على هالبيت وقاعدة هي ومعتز معتز وكأنه كنبة أو أو كأنه لوحة جدارية معلقة على هالجدار لا يهش ولا ينش ولك يا معتز تجي من هين يطلع من هناك يا حبيبي يا قلبي مرة قلوا أول ليلة والثانية والثالثة على أساس أنه يعني أول مرة يشوفون بعضهم ويعني مستحين من بعضهم البنت قالت ليس إلا البنت ذكية وفهمانة وما ودها يعني تطلع أو أنها تسوي مشاكل من أول ليلة والثانية مع زوجها وعروس ومعتز يبين أنه هادي يعني لكن يتهرب من البنت المهم مر أول أسبوع وما حصلت الدخلة والبنت هادي تقول اليوم وبكرة وبعد بكرة وحتى الأمها ما جابت سيرة لما سألتها أمها قالت لها الأمور تمام مر شهر والبنت على هالحال البنت صارت في حالة نفسية سيئة الولد هذا بعد أول أسبوع زواج طلع يداوم عند أبوه في المحل ويجي تالي النهار من أول ما يجي يدخل على غرفة النوم ويقفل الباب على حاله والبنت هذه قاعدة فيها الشقة تتفرج على هالتلفزيون وتتصل على أمها وعلى صديقاتها ونهار طويل يجي هذا العينتين العريس العريس اللقطة أول ما يدخل على الغرفة ويقفل على حاله الباب ولك يا معتز يا فلان يا كذا لا حياته لي من تنادي على تعبان بدي ينام خليني أرتاح البنت بعدين وصلت إلى مرحلة ما عادت نطاق وتقوم تشير حالها ذاك اليوم وتروح على أمها خير يا بنتي شنو الموضوع شنو السالفة قالت لها والله يما السالفة كذا وكذا معتز هذا الله وكير ما لمسني يا بنتي غيري بدلي قالت والله هذا اللي جات ساكت كل هالفترة يا لينا ليش ما سولف هي قالت والله ما أقول على اليوم وبكرة وعيب وصراحة ما ودي يعني أنحرج قدامكم وأحرج وكذلك لكن الأمر ما عاد ينطاق وياريت الأمر واقف عندها السالفة هذي شنو لسع فيه كمان قالت يا إما هذاك اليوم وأنا قاعد أفتش في جيابه ودي أغسله ثيابه وأعثر على صور بنات صغيرة وما هو بس مرة وحدة أكثر من مرة ولما أقول له شنو الصور هذي ولما نصور الولد يتغير شكله ولونه ويسوي له مشكلة ويطلع من البيت ويا لأراضيه أم بلينا قالت لا والله الأمور ما هي طبيعية لازم نخبر أبوك وأبوك هو يتفاهمه وياه والسالفة هذه لازم ودها حل خبر أبو لينا بالموضوع ويقوم يمسك معتزها ذاك اليوم وقال له يا ابني ما يصير لازم يدير بالك على مرتك لازم تحتويها لازم كذا من هناك ويصل الخبر هذاك اليوم الأم معتز وتروح عليها أم لنا قالت لها ولدتش كذا وما هو قاعد يدير باله على البنت وقالت لها أم معتز وحنا بشنو مقصرين بمأكل بمشرب قالت لها الحياة يا أم معتز ما هي مأكل ومشرب بس في كثير شغلات في الحياة يعني ما هو بس والله شبعانة ولا لابسة وابنك هذا يا أم معتز ما هو طبيعي أم معتز لما انتز مع أنه الولد ما هو طبيعي يطير عقلها لا وتحمد والله اللي ارضينا ببنتكم المهم صارت مشكلة هذاك اليوم لها أول ما لها آخر الولد ما ترك مدارس البنات يروح من الصبح على مدارس البنات وكذلك نهاية الدوام يطلع من محل أبو ويتحجج ويجي على مدارس البنات ويشوفوا أبوه هذاك اليوم راقبوا ولا الولد رايح على مدرس البنات ويروحون ياخذونه هذاك اليوم على الطبيب النفسي اللي راحوا عليه أول مرة قالوا يا دكتور الولد صار معاك كذا وكذا وزوجناه يخي ربيتكم ليش زوجته طيب انتو يعني مسترخصين بنات الناس قالوا ليش قالوا طيب ما تخافون انه الولد هذا يعني يسوي مشكلة مع بنت الناس هذه وتعرفون ولدكم مريض وما هو خرج انه يتحمل مسئولية ويصبح زوج ليش زوجته من الأساس قالوا والله ما ندري بناء على نصيحة واحدة من الانجارات وقلنا بس يتزوج ممكن يعقل قال الله يسامحكم وهمشي العلاج وكذا المهم ما حصلوا نتيجة من الدكتور ورجع كتب لهم نفس الرشيد وكذلك اكد الطبيب عليهم انه لازم زوج دولينا تعرف بالحالة النفسية اللي هو فيها لأجل انها ما تقع بمشكلة وتكون ماخذة احتياطاتها وتعرف نفسها انها عايشة مع مريض نفسي وعبو معتز وام معتز نعلمها ما نعلمها قالت والله ولا ممكن انه نعلمها في هالموضوع ولا غير تترك من الصبح ان شاء الله شهر ولا شهرين زمان يتعدل الولد لكن الولد ما تعدل لينة طولة بالها على معتز وعلى اليوم وبكرة ومر شهر وشهرين وثلاث وكل يوم والثاني زعلانة عندها لها ويا يم الأقيل وعلى هالزيجة السودة اللي تزوجتها ويا ريتني ميته واني متزوجة انا متزوجة واحد مجنون واحد مريض نفسي طبعا هي ما تدري بحالته ولكن يعني من هوا منه قاعدة تشوف انه معتز ما هو طبيعي والتلفون هذا اللي ماسكه كل النهار ويقلب بهالصور والصور اللي تلاقيها بيجابه المهم بعد مرور حوالي شهرين ونص ثلاثة شهر على زواج معتز من لينة وتزعل هذاك اليوم لينة وجت على أهلها وقالت ولا ممكن اني أعيش مع هذا الشاب يا بنتي طولت شي قصر شي الطلاق ماهو زين ولا مطلقة يعني تعرفين سمعتها والناس تسولف وليش تطلقات وليش تركتوا طولي بالت يا بنتي وحاولي انش تستوعبينه تحتوينه تفهمين شنو اللي ودو ياه واللي يقضى هالشهرين ونص ثلاثة شهر يعني يعطيموه لشهر شهرين زمان ولعل وعسى انو هالولد ينصرح حاله وهذه شا الساعة ان ما انصرح انتي في طريق وهو في طريق وفعلا البنت ردت على أمها وأبوها وقالت خليني أشوف بما اني تزوجت وتزوجت خليني أطول بالي شهر شهرين زمان خليني أشوف تاليتها مع هذا المريض معتز ورجعت مع معتز معتز ما تغيرت أحواله من سيء إلى أسوأ بعدين صار يغلط عليها وفي يوم من الأيام تجي البنت على بيتها لها الساعة ثمانية تسعة الصبح جاي زيارة على أمها تشكيلها الهم وتشكيلها الحال وعلى طول يبالت شهر بنتي وإن شاء الله هالولد الله يهدى وإذا الله سبحانه وتعالى ما هدى انتي من طريق وهو من طريق ويا دار ما دخلت شر المهم قاعداتي تسولفا قالت لها ترى أختش الصغيرة وردة قالت بس تطلع من المدرسة ودها تجي لعندش على البيت ودها تمر تقضي تال النهار وبعدين تجيين انتي وياها لكن احنا ما ندري انه ودش تجيين لعندنا اليوم قالت مو مشكلة معتز راح يجي على الظهر على البيت وراح يلاقيها هناك ويجيبها معا ويجي على أساس وهالعائلة يحاولون يعاملون معتز أحسن معاملة وشايلونه على كفوف الراحات لأجل بنتهم المهم البنت الصغيرة اللي هي وردة هذي اطلعت ومعاد رجعت صارت الساعة واحدة جاء معتز لعندهم وتغدوا البنت ما جت واحدة واحدة ونص ساعة ثنتين وأم لنا نست انه اذا البنت هذه ودها تمر على أختها وبعدين تيجي هي وأختها على البيت المهم بعدين ويفطنون على الساعة ثنتين وين وردة وردة ما جت يبحثون عنها من هين من هناك قالت أم لنا ودها تمر لعندكم على البيت قالوا والبيت ما في حدا ويقومون يفزعون على بيت معتز بيت معتز يبعد عنهم حوالي ستمية إلى سبعمية متر قالوا لك يمكن البنت منتظر أختها واللزوج أختها على الباب لما وصلوا وما لقوا حدا البنت وإن راحت الجماعة خافوا يسألون من هين من هناك الجيران شفتونا بنت مواصفاتها كذا الكل يقول ما شفناها والله يتصلون على مديرة المدرسة ومديرة المدرسة تتصل على مدرسة البنت وردة قالت البنت وردة جت الصبح على الدوام وطلعت نهاية الدوام كالعادة حاولوا الجماعة يبحثون من هين من هناك عند خالاتها عند عماتها عند صديقات البنت على أي مكان يتوقعون أنها تروح عليه لكن ما عثروا عليها أبدا فيها الحالة أبو لينا انشغل باله ويروح يبلغ رجال الأمن عن اختفاء بنته الصغيرة وردة اللي عمرها 12-13 سنة ورجال الأمن بدورهم خذوا البلاغ على محمل الجد بما أنه البنت قاصر وتحت السن القانوني بدوا يبحثون من هين من هناك ويسألون ويحققون لكن ما توصلوا إلى أي نتيجة اتصلوا على إدارة المدرسة اللي تدرس فيها البنت قالوا البنت جت طبيعي هذاك اليوم وكان عندها مذاكرة في إحدى المواد وحضرت المذاكرة في الحصة الأخيرة وطلعت معها الطلاب جابوا زميلاتها كذلك قالوا نفس الشي جابوا أهلها استجوبوهم كذلك قالوا والبنت طلعت من الصباح وما عاد شفناها وكذلك جابوا معتز وأبو معتز وعائلة معتز وسألوهم والجيران ومن هناك البنت تفص من الحذام والرجال الأمن طبعا يحطون احتماليات الثأر واحتماليات الخطف مقابل الفدية لكن أبو لينا قال يا جماعة ما عندي مشكلة مع أي حدا ولا لي ثار مع حدا منه اللي وده يخطف البنت والجماعة كانوا في وضع سيء جدا البنت وين دها تروح وين دها تغيب الله أعلم وأخبر وينتبه أحد المحققين على الأشخاص اللي جابوهم واستجوبوهم وتعرفون أي شخص يجوبونه ويستجوبونه في أي قضية كانت يحطوله فيش أو يشوفون اسمه يحطونه على الكمبيوتر ويشوفون هذا الشخص هل هو من أصحاب السوابق هل عنده مشاكل هل عنده قضايا وينتبه أحد المحققين على اسم معتز قاله وهذا معتز تبين فيه سجله أنه أكثر من مرة تم إلقاء القبض عليه أمام أحدى المدارس والمرة الأخيرة أبوه كتب تعهد قبل حوالي ثلاث أربعة شهر والولد كان أمام المدرسة اللي انفقدت منها البنت وردة وبناء على ما ذكر قاله جيبه معتز معتز هو الآن المشتبه الرئيسي في هالأمر ويجبون معتز هايا معتز شنو علاقتك باختطاف البنت واختفاءها يا جماعة أنا ما لي علاقة شنو لي أنا أصلا كنت موجود عند أبوي في المحل في شغل هذاك اليوم واختفاء البنت ويقومون يروحون على منزل معتز على الشقة اللي ساكن فيها هو زوج تولينا فتشوا فيها المنزل من هنا ومن هناك ويعثرون في داخل غرفة معتز على صور البنات اللي حاطها شنو الصور هذي يا معتز قال والله يعني هواية هذي أنا أحب أجمع صور البنات ويعني عمر عادي يعني هذه خصوصية ما حدا له علاقة فيها المهم رجال الأمن لما شافوا الصور هذي اللي ما هي طبيعية ويأخذون جوال معتز ولما فتشوا فيها الجوال كذلك ويعثرون على صور لعدة بنات صغار موجودة على الجوال صور أشكال وألوان ومن مختلف المدارس في هالحالة ويقومون ينكتون البيت فوقاني تحتاني ويعثرون تحت السرير اللي في غرفة النوم عثروا على حقيبة البنت وردة الحقيبة المدرسية اللي تحط فيها الكتب والدفاتر شنو جاب الحقيبة هذي اللي عندك يا معتز ليش حقيبة البنت موجودة وبما أنه البنت تقول أنت ما شفناها ولا جت على البيت ومعتز تربط لسارة ومعد يعرف شوده يسولف بشوي الضغط معتز ما كان محتاج أنهم يحولونه على أبساط الريح ويقر ويعترف شنو سويت بالبنت يا معتز معتز الله يسلمكم شنو سوى بالبنت وردة وردة طلعتها ذاك اليوم من المدرسة وكان الولد قاعد يراقب كالعادة مثل كل يوم ويلحق البنت وردة ويعرفها طبعا هي أخد زوجته طفلة صغيرة ويلحقها من بعيد البعيد لحد ما جت على مدخل العمارة اللي ساكن فيها هو وزوجته لينا وتطلع على الدرج وتجي على باب الشقة وتبدأ دق الباب ويجي من وراها معتز أهلا يا وردة أشوفك عندنا بالحارة اليوم قالت والله جاي أشوف أختي وودي أقضي تل النهار معاه وبعدين نروح أنا وياها المساء على بيتنا قالها حياتش الله يا أهلا وسهلا ويقوم معتز يفتح الباب ويدخل البنت وردة داخل الشقة ولينا فيها الوقت كانت عند أهلها هو على أساس معزوم ويروح يتغدى عند نسائبه دخل البنت إلى غرفة النوم قالها أختش موجودة في غرفة النوم ويلحقها على غرفة النوم ويسكر الباب ويقوم يعتدي على البنت ويغتصبها ويقتلها قتلها خنج وبعد ما خلص عملته وتأكد من موتها شو ودك تساوي يا معتز وين ودك تخفي البنت وتطلع أمامه أحدى الحقائب حقائب الثياب ويقوم يعبي البنت فيها الحقيبة ويحطها على السدة فوق الحمام هاي الاسقيفة اللي عبارة عن غرفة صغيرة تكون فوق الحمام ويحطها فيها الحقيبة هذه ويروح على بيت حما على أساس أنه جاي من محل أبو ولا شاف البنت ولا لمحها أبدا وحصل ما حصل المهم بناء على اعترافات معتز تم تقديمه للمحاكمة وقاموا أهله وحطولوا محامي محامي شاطر وطلب محامي معتز أنه ينعرض معتز على لجنة طبية مختصة بالأمراض النفسية لأنه الولد عنده وضع نفسي وعنده حالة نفسية وفعلا يقومون يعرضون معتز على لجنة طبية وبعد روحات وجيات وأخضعوا معتز لعدة اختبارات ويجي تقرير لجنة طبية هذه اللي تم تقديمه للمحاكمة في الجلسة النهائية بناء على تقرير الطب الشرعي اللي يقول أنه فعلا ثبت أنه معتز يعاني من مرض يسمى الانفصام الزوري العقلي الشديد يعني الولد يعاني من انفصام في الشخصية وبناء على تقرير اللجنة الطبية هذه قالوا أنه معتز غير مسؤول بشكل كامل عن تصرفاته والعملية الاعتداء والاغتصاب والقتل تم ارتكابها والولد غير مسؤول عن هذا التصرف وبناء عليه تم الحكم على معتز بأنه تم إدعوه في إحدى المصحات لمعالجة الأمراض النفسية والعقلية والبنت وردة راحت رحمة الله عليها بسبب تقاعس أبو معتز وأم معتز عن أخذ ولدهم على طبيب نفسي منذ البداية من أول ما شافوا ولدهم يعاني من عدة عوارض الولد ما هو طبيعي الصور اللي كانوا يأثرون عليها في المنزل المفروض من البداية ما أخذينه على طبيب نفسي ومعالجينه لكن في النهاية ارتكب جريمة شنعاء اغتصب بنت عمرها 12-13 سنة وقتلها وأخفى جثتها وطبعا لنا بعد ما حصل مع أختها رحمة الله عليها رفعت دعوة طلاق في المحكمة وحصلت على الطلاق وكانت هذه نهاية القصة القصة طبعا فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها من خلال تجارب غيرنا فيها الحياة في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر